طبعا وجود كابتل محمود الخطيب على رأس البعثة ده كان أكبر داعم لللاعبين والجهاز الفني والحقيقة بيدي رسالة طمأنينة أن أنا جنبكم وموجود معاكم وقريب منكم وحاسس بكل شيء فالحقيقة يعني وجود كابتل محمود الخطيب في هذه المباريات بيبقى يعني دافع كبير جدا حتى للجهاز الفني نفسه قيمة كبيرة وأسطورة كبيرة ككابتل محمود الخطيب الحقيقة وجوده في حاجة زي كده بيكون أكيد دافع معناه كبير جدا يعني أكيد طبعا دي لحظات العودة للفريق وهو راجع طبعا مصر ده طبعا مسماني اللي أنا بقول من وجهة نظر إنه كان نجم المباراة مبارح طبعا ليه لأنه الحقيقة ضر المباراة طبعا رحينا على قطر رحينا على الدوحة طبعا عشان طبعا نهضة بركان يا دوبك طبعا منهن بره بره على طول ليه لأنه ما فيش وقت هوا المطش نهضة بركان إن شاء الله يوم الجمعة القادر طبعا أنا موجيت نظر المتواضع أنه هو كان نجم المباراة استطاع أنه يقفل طبعا الملعب بشكل كبير بعد إحراز الهدف وقدرنا نعدي بالمباراة لبر الأمان طيب عايز أقول حاجة كمان وإنت مبارح بتتفرج على الفرقة أنت حاسس بالأمان أنا حاس أن الفرقة بقى تقيلة الحمد لله في فضل الله سبحانه وتعالى الفرقة بقى تقيلة دعالي معلول طبعا نجمنا كلهم هناك وفي رحلة الزهاب إلى الدوحة تحس أن فرقتنا بقى تقيلة الغلطات البسيطة اللي كانت بتحصل الزمان مش موجودة كل واحد عارف دوره ونازل يقدي دوره كل واحد متحفظ هيعمل إيه فالحقيقة فرقتنا بقى تقيلة بسم الله ما شاء الله ربنا يحمينا رب ويبعد عننا الإصابات عجبني مبارح كمان تصريح كابتن سيد عبد الحفيظ وأبي طالب اللاعبين بالفرحة مجرد ليلة واحدة إن إحنا نفرح بالتآهل والتعادل واحد واحد والتآهل للمقاطي التراجي مش أكتر من ليلة واحدة ليه؟ لأن عندنا بطولة يوم الجمعة القادمة غيبة عن النادي الأهلي بقى لها سبع سنين يعني كابتن سيد عبد الحفيظ ما قالش على البطولة غير إنها غيبة بقى لها سبع سنين ما قالش إحنا خدناها كم مرة لأنه هو شايف إن سبع سنين بطولة تغيب عن النادي الأهلي كتير فهو دي شخصية طبعا النادي الأهلي وشخصية حتى القائمين عن النادي الأهلي يعني سواء في الجهاز الفني في مجلس إدارة تلاقي الكلام واللغة واحدة وده اللي إحنا كنا بنقوله دائما أبدا وللأسف يعني في مجموعة ما بتستوعبش الكلام اللي إحنا بنقوله النادي الأهلي عشان توصل للمرحلة اللي في النادي الأهلي دي شخصية بطل يعني بتكون على مدار السينية طيب مباراة اللي جاية نهضة مركان يعني فنية إن شاء الله إحنا أحسن يعني بكل رأي الخبراء الفنيين أنا الراجل طبعا بقعد زي زيكم أستمع لخبراءنا الكبار في كرة القدم ولكن الحمد لله فنيا بكل الأرقام إحنا أحسن فاضل التركيز فاضل إن شاء الله التوفيق مع اللاعبين فاضل توفيق جهاز الفني واللاعبين كمان في أرض الملعب والاستعداد أيضا قبل المباراة طبعا اللقطات اللي حداكم شايفين دي في الطيارة وإحنا راحين الدوحة وأكيد زي ما أنتم شايفين درجات الاستعداد والله يكون فوقنا اللاعبة والجهاز الفني ما فيش راحة ما فيش أبدا وقت نرتاح نرجع من نقطة بركان عندنا مباراة تانية نروح للترجي زهاب عودة كل التوفيق لفريق كرة القدم دعواتكم 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 دخلين على فترة صعبة ومزدحمة بالمباريات